ساعات فقط تفصل الولايات المتحدة عن يوم ثلاثاء كبير اليوم الذي يصوت فيه الناخب الأمريكي لتحديد اسم الرئيس القادم للبيت الأبيض لكن ورقة اقتراعه لن تقف فقط على اختيار رئيس السابع والأربعين للبلاد وإنما سيصوت أيضا على اختيار أعضاء مجلس النواب وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ إضافة إلى بعض حكام الولايات كل أربع سنوات وتحديدا أول ثلاثاء من شهر نوفمبر 22 تسلط الأضواء على العاصمة الأمريكية واشنطن حيث يوم الانتخابات ولكن السؤال الأهم هو لماذا تم تحديد هذا الشهر دون بقية الأشهر لإجراء الانتخابات أغلب الأمريكيين كانوا من المزارعين فأن يذهب الأمريكيون في الصيف أو في الشتاء القارس لإدلاء بأصواتهم كان أمرا صعبا في التاريخ لذا تم اختيار موسم الحصاد وهو نوفمبر وهذا الشهر الثلاثاء الأول في هذا الشهر يتم فيه التصويت وهو منتصف الأسبوع لكلا يتم الذهاب في أطلة نهاية الأسبوع حيث أغلبية الأمريكيين يتجون إلى الكنائس ودور العبادة وليس في آخر الأسبوع حيث يكون هناك عادة ما يعرف بأسواق المزارعين التي يتداولون فيها بمبيعاتهم لا تقتصر الانتخابات المقبلة في نوفمبر على التنافس حول المكتب البيضاوي واختيار الرئيس فحسب رغم الأهمية الكبيرة التي يحملها هذا المنصب والأضواء المسلطة عليه فالانتخابات تشمل أيضا اختيار أعضاء مجلس النواب بالكامل بالإضافة إلى ثلث أعضاء مجلس الشيوخ وهو ما لا يقل أهمية عن اختيار الرئيس الانتخابات هي ليست فقط انتخابات للرئاسة بل هي انتخابات لكل أعضاء مجلس النواب مجلس النواب بالأمريكي يتم التصويت على كل أعضاء كل سنتين وهي أيضا انتخابات لثلث أعضاء مجلس الشيوخ من 33 إلى 35 نائب يتم انتخابهم أيضا في هذا اليوم هناك أيضا انتخابات في بعض الولايات انتخابات على مستوى محافظي أو حكام الولايات وأيضا انتخابات أو حتى التصويت على بعض التغييرات الدستورية أو بعض القوانين داخل الولايات المختلفة هذه الانتخابات تشكل فرصة لتحديد مسار السياسة الأمريكية ككل حيث ينعكس اختيار أعضاء الكونجرس على القرارات التشريعية ورقابية التي تفرض على الإدارة التنفيذية المقبلة ما تزال المنافسة مستمرة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري منذ تأسيس الولايات المتحدة حيث يعد الثلاثاء الكبير حدثا هاما إذ يمثل فرصة للفوز بمقاعد الكونجرس وتحقيق الأغلبية ما يهيئ الظروف المثالية للمرشح الرئاسي من الحزب الفائز لتنفيذ أجندته المخطط لها مسبقا دون عوائق تذكر لقناة التغيير الفضائية مهند الفلاحي واشنطن